بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من حلقات الفن وسنينه بس الحلقات دي هتكون مختلفة شوية لانها مش هتكون عن كاتب او عن ممثل او عن اسرار ممثل ماسوني او خاين او ممثل عميلة مثلا الحلقة دي هنتكلم فيها عن شخصية حبتها شخصية كنت شايفها انها المثل الاعلالية في الاخراج السينمائي هو سبقني الى الدنيا ب13 سنة و4 ايام وراحل قبلي ومعرفش انا هحصله امتى مخرج السينمائي اطلقوا عليه اسماء كتير قوي قالوا من ضمن ما سموه مخرج الغلابة وقالوا عبقر السينما البسيطة وقالوا مخرج البسطاء وقالوا كمان رائد الواقعية الجديدة في السينما المصرية اول مخرج ينزل للشارع اول مخرج ينقل تفاصيل الحياة بدون تكلف واذا كان المخرج الكبير صلاح ابو سيف اللي لقبوه بابو الواقعية في السينما المصرية فالمخرج اللي هنتكلم عنه النهاردة هو مخرج الريالتي فيلم او السينما الواقعية بدون تكلف في الملابس في أماكن التصوير وفي حرية حركة الكاميرا حبيته لأنه عمل في السينما اللي كنت أتمنى عمله ومعرفتش ما قدرتش وما سمحت ليش الظروف أن أكون مخرج متميز زيه لكن ده ما يمنعش أن أحب المتميزين حتى وأن ما كنتش منهم اتهموه باتهمات كتير قالوا عنه خاين للوطن وباع مصر بحفنة دولارات ولما توفي في عملية جراحية في القلب شمت فيه بعض أصحاب القلوب المريضة وهم الحقيقة موجودين في كل زمان وفي كل مكان اتهموه مع نور الشريف أنهم خانوا الوطن بسبب فيلم عملوه قالوا على نور الشريف أنه شاز جنسيا بسبب الفيلم ده اتهم مع ثلاثة أو أربعة ممثلين تانيين خالد أبو النجا مثلا واحد منهم هل فعلا كان هذا الفيلم سبب هذه الاتهامات وسبب الحرب الشرسة اللي شنها إبراهيم سعدة كاتب الحكومات المتتالية وخدام كل صاحب كرسي يقعد لغاية ما يمشي لماذا سافر ياسر عرفات إلى مصر وطلب مقابلة مبارك مخصوص لإقاف فيلم من إخراج عاطف الطيب وبطولة نور الشريف بكل الحب والتقدير أعرض جزء من مشوار مخرج الواقع الحزين في تاريخ مصر الطيبة عاطف الطيب ابن سهاج الصعيدي اللي فيه شبه كبير جدا من المصريين الحقيقيين المخرج اللي عمل 21 فيلم في 12 سنة بس واحد من اللي دخلوا تاريخ السينما المصرية بأسرع مما كان يظنه هو وأسرع من العراقيل الكتير اللي وضعوها قدامه كارهي النجاح والمواهب والتميز عاطف الطيب اللي عمل أفلام فيها ريحة الشارع والحواري عرف ينقل عرق الناس الشقيانين المطحنين وعرف ينقلك ملمس تفاصيل الحياة خلاك تقدر تحط إيدك على كل ركن من أركان الصورة خلنا كلنا نقدر نقول أيوة أنا كنت هنا أيوة الرجل اللي ماشي هناك ده ممكن أكون أنا نقل تعبنا وحزننا لحظات الفرح الأوليلة أو في حياتنا صرخ بصوتنا الموجوع عاطف الطيب باختصار شديد واحد من المنحوتات الفرعونية اللي اتنحتت على جدران المعابد المصرية صحت شوية نزلت من على الحيطان وتحركت بين البشر بين المصريين حكى كم حكاية من حكايتهم ورجع تاني اتحط على لوحة من لوحات المعابد اللي هو كان واحد من اللي بنوا حيطانها ورسموا روحتها سامحوني لو أفردت في وصف عاطف الطيب ابن الصعيد الجواني اللي زي هو من سهاج أجدع وأشجع الرجال وأنا من جنة أطيب محافظة في بر مصر اتناشر فيلم عملهم عاطف الطيب بدأهم بفيلم الغيرة القاتلة سنة 82 وفي نفس السنة عمل واحد من أعظم أفلامه وأفلام تاريخ السينما المصرية والعربية على الإطلاق سواء الأوتوبيس أول مشت في تاريخ السينما المصرية على الإطلاق يكون فيه شكيمة صريحة بلفظ صريح ياولاد الكلب ضربات من إيد السواء في وش النشال اللي بينشل الموظفين الغلابة ضربات في وش أفراد الأسرة اللي بيسرقوا حقوق إخوتكم اللي مش قادرين ياخدوها منهم بالأدب والأخلاق والأصول والأهم ضربات في وش النظام اللي مش قادر يفرق وهو بيسرق إن كان بيسرق لقمة عيش نشفة في فم عام الغلبان أو بيسرق مليارات من خزنت الدولة مسكينة تعبد طول السنين مصر تعبد كتير قوي سرقة حكامها تعبوها ياولاد الكلب ختم حياته بفيلم جبر الخواطر دفاع عن الناس بس من نوع تاني سواء الأوتوبيس اللي كان بطله سواء أوتوبيس حسن واحد من الناس اللي شاف الظلم من أول ما بيصحى من النوم يقلب كباية الشاي في الجراش وهو بيحضر عربيته عشان يطلع يشيل الناس جوه أوتوبيسه وفوق عينيه شايف وبيرائب هموم الناس بس مش لاقي حد يرائب همه هو ويساعده حسن سواء الأوتوبيس بالنهار وسواء التكسي بالليل مجتمع ما بعد أكتوبر الانفتاحي على كل حاجة مفتحنا والجري كان على آخر نفس عشان نقدر نعيش انتصار في حرب أكتوبر واسترداد أرض والدفاع عن شرف وقرامة وطن حسن اللي كان واحد من اللي شاركه في حرب أكتوبر رجع يكمل حياته بعد الحرب بس في حرب تانية ورشة أبوه اتفردت عليها ضرائب بمبلغ كبير واتعرضت للمزاد لأن جزخته أهمل وخلاها تخسر وعرضها لأنها تضيع الأب عماد حمدي اللي مش قادر يعمل حاجة حسن اللي عنده خمس أخوات بنات وهو الأخ الوحيد الراجل بيلف عليهم كلهم عشان يساعدوه ينقذوا ورشة أبوهم اللي هي سمعة أبوهم اللي هي تاريخهم وتاريخنا وتاريخ أبوهم تاريخ الأسرة الصغيرة اللي هي تاريخ مصر كلها ولو ضاعت يبقى أبوها يموت فتظهر عيوب المجتمع المصري في الأسرة اللي كانت صغيرة بس تفرعت تظهر تفاصيل الطمع في نفس كل واحد من إخواته ومن أخواته غريب أوي 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 بنتربة كلنا في بيت واحد ناكل على طبلية واحدة نظن إننا بنحب بعض قوي وإننا هنفضل إخوات بجد الآخر العمر بس بمجرد ما كل واحد فينا يعمل لنفسه أسرة تبقى هي دي بقى أهمه وينسى أسرته الأصلية هي أسرة أبوه وامه وإخواته هي دي الأسرة الأصلية هي دي أسرتك ارجع لها فيلم سواء الأوتوبيس هو واحد من أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية عاطف الطيب أفلامه اللي عملها الاثناشر فيهم ثلاث أفلام من أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية كلها اللي امتد أكتر من مئة سنة خالي هذا الفيلم من المشاهد المسفة وقلة الأدب والإحترام أما آخر أفلامه اللي قلنا عليها جبر الخواطر فدفاع عن مريضة عندها انفصام في الشخصية شريهان جزها خدها خد منها ابنها فأصيبت بمرض استدعى دخولها مستشفى الأمراض العقلية يكشف عليها طبيب في الفيلم يتعاطف معاها قد إيه إحنا فاسدين نحن فاسدون في كل مواقع وفي كل عمل وفي كل حتة في المجتمع نحن فاسدون مش بس الحاكم هو اللي فاسد الفيلم كان بيقول كده الفيلم ده بيقول بكل وضوح وبيحقق بيحقق معانا بيحقق جوه نفسنا كما تكونوا يولى عليكم طبيب يتعاطف مع المريضة يكتشف ان مدير المستشفى بيعمل تجارب على المرضى لانهم مرضى عقليين وما فيش حد يسأل عليهم الفيلم بيكشف عن ان مصر والمصريين فقران تجارب وان مصر حقل تجارب لتجربة أدوية بتيجي من برة وطرق علاج لم يقرها العلم ولا العالم زي اليومين دول وزي ما ظهر بالفعل في تقرير تم تسريبه ان مصر مستخدمة من شركات الدواء العالمية لتجربة أدوية على المصريين قبل طرحها في السوق العالمي صرخ محمود شكري الطبيب في وش المدير الظالم دفاعا عن نوال مريضته دعوة للثورة لو حرقنا ايدينا بسرعة على افلام الطيب ولمسنا عنوينها بس نلمس عنوين هذه الافلام اللي صنعها هذا الصعيدي هنعرف تماما انه كان صعيدي رافض للأنظمة الظلمة وانه وطني مصري رافض للصهيونية واحتلال أراضي المسلمين والعرب وان القضية الفلسطينية من أهم قضايا عاطف الطيب اللي خلص دراسته السينمائية سنة سبعين ودخل الجيش من سبعين لخمسة وسبعين خمس سنين ضاعوا من عمره في الصحرة في سينة دافع عن أرض مصر عن سينة خرج من الجيش بعد محاضر حرب أكتوبر فضلت قضيته واضحة تماما العدو هو الكيان الصهيوني والفلسطين يا خوية قضيته هي قضيتي وبقلب وعقل الصعيدي ما قدرش ينسى التار ولا يفرت أبدا في العرض ولا في الأرض قبل ما تنتهي حياته عمل الفيلم اللي قلب عليه أنظمة وحكومات إسرائيل اشتكت لمبارك عن هذا الفيلم والكتاب اللي بيقبضوا من برة أو من جوه اتهموا بأنه خاين للوطن ياسر عرفات طلب مقابلة مبارك لأمر مهم جدا حددوا له فعلا موعد ولقاء ركب طيارة وجاه على مصر وقابل مبارك وكان طلبه الأساسي والرئيسي في اجتماع مع مبارك غريب جدا منع عرض فيلم ناجل علي اللي أخرجه عاطف الطيب واللي قام ببطلته نور الشريف ناجل علي مين ناجل علي ده يمكن كتير قوي من شبابنا ما يعرفوش من هو ناجل علي هو صاحب الشخصية العربية الكاريكاتيرية الشهيرة اللي كان بيرسمها في جرائد الطليعة والسياسة والقبس الكوتية وجريدة السفير اللبنانية شخصية حنظلة الشهير جدا العربي الذي رفض كل نهايات وحكايات وقرف العرب وحكام العرب وخيانات العرب ناجل علي اللي تولد سنة سبعة وثلاثين في قرية الشجرة الفلسطينية اللي بين طباريا والناصرة هاجر مع أهله من فلسطين سنة تمانية واربعين مع دخول الاحتلال الصهيوني وتهجير العرب الفلسطينيين إخواتنا اللي هاجروا هاجر وراح لمخيم عين الحلوة في لبنان عاش هناك وتسجن أكتر من مرة على إيد الصهينة ثم على إيد الجيش اللبناني أكتر من مرة كان رافض وثائر ومطالب بعودة بلد وأرض وكان بيرسم على الحطام كان بيقاوم الصهينة اليهود والصهينة العرب فكانوا أعداؤه من كل لون ناجل علي كان شبهنا كلنا كل اللي عنده قضية وبيدافع عنها ومش عاوز يتنازل حتى وإن قتلوه وفعلا تم قتل ناجل علي في لندن سنة 87 وتحديدا في 29 أغسطس 1987 قتل ناجل علي في لندن رحل الفنان الأديب الرسام رسام الكاريكاتير الثوري الساخر الغاضب رحلوا عمره خمسين سنة بس ناجل علي وعاطف الطيب الاتنين بيمثلوا جيلنا الاتنين فيهم شبه من بعض احنا اللي ضاعت الأرض قدام عينينا احنا اللي باعونا الحكام وباعوا أحلامنا احنا اللي غضب علينا الكل العدو والحاكم حتى الصديق غضوا علينا محدش كان عاوزنا محدش كان عاوز الجيل بتاعنا الكل كان عاوزنا نموت وننتهي ليه؟ لأننا جيل الجسر جيل الكبري جيل عاش مرحلة الدفاع عن الأرض والعرض وعاش كمان المرحلة التانية مرحلة بداية بيع الأرض والعرض والتطبيع مع الصهاينة مش التطبيع بس لا ده قبول بوجود العدو في جسم الأمة وهو سارق للأرض والتاريخ لا كان لازم يتولد جيل قبل جيلنا ولا ممكن يتولد جيل بعد جيلنا عشان يعيش ويهاجم ويدافع ويقف في وش الصهاينة ولا يقبل أبدا أن أرضنا وعرضنا وتاريخنا ومستقبلنا يتباع يا طرح حضرتك وحضرتك من أي جيل ممكن تكتبولي ياريت لو في شباب شايفين الحلقة دي يتكرموا علي يكتبولي كم عمرهم ويكتبولي هم باعوا ولا مش ممكن يبيعوا هم من اللي فرطوا ولا مش ممكن يفرطوا هل هم لسه حملين هم الأرض ومصر يرجع لها عزها وشرفها وكرمتها وترجع هي الدولة الأم الكبيرة للأمة العربية فيلم ناجل علي تم وقف عرضه ولما طلب ياسر عرفات من مبارك منعه ومعاقبة عاطف الطيب المخرج وبشير الدك الكاتب ونور الشريف بطل الفيلم طلب مبارك من أسامة الباز يشوف الفيلم ويكتب عنه تقرير وكان أسامة حاضر هذا الاجتماع بين ياسر عرفات وبين مبارك فسأله مبارك انت زعلان ليه من الفيلم ده يا ياسر قال له الفيلم بيمجد في اسرائيل وبينصرها على الفلسطينيين وبيشتمني أنا شخصيا ياسر عرفات قال له يا ابو عمار بسيطة نشوف الفيلم الأول وبعدين نبقى نشوفها نعمل فيه وفعلا راح أسامة وحضر الفيلم في عرض خاص وكتب لمبارك جملة واحدة الفيلم ليس به شيء خاد مبارك قرار بعرض الفيلم وضرب ظهر ياسر عرفات وقال له الفيلم هي تعرض الفيلم كان بيتكلم عن تاريخ عن زمن جملة ياسر عرفات اللي كان دايما بيقولها بيقول ايه يا جبل ما يهزك ريح دي الجملة اللي قال هالو مبارك قال له يا جبل ما يهزك ريح الحقيقة عرفات اللي طلع جبل ولا حتى طلع شجرة كان ناجل علي شايف ان ياسر عرفات لا يمثل الثورة الحقيقية وانه عاش وتربح من إدارة الثورة الوهمية زوجة ياسر عرفات سهة طويل أو سهة عرفات وبنته زهو عرفات عايشين في باريس في أحد الأحياء الراقية بباريس عرض فيلم ناجل علي ولم يحقق نجاح في السينمات أو إرادات هو عرض في افتتاح مهرجان القاهرة وكان ده صدمة رهيبة وكان هو افتتاح المهرجان وعمل ضجة رهيبة جدا ضجة فنية هذا الفيلم كان فيلم تاريخي فيلم بيسجل حقبة تاريخية ناجل علي كان من المعارضين لمعاهدة كامب ديفيد ومعارض للتطبيع مع الصهاينة ناجل علي الذي تم اغتياله في لندن بطلق ناري من شخص مجهول تم اغتيال فيلمه واغتيال كل من شارك في هذا الفيلم معنويا نور الشريف اضطر بعدما اتهموا اتهمات سيئة وقذرة انه يهاجر خارج مصر بعد الحملة الرهيبة اللي اتعرض لها وقالوا عنه انه شاز جنسيا وكان جزء من الحملة طبعا عاطف الطيب وبشير الديك تم التديق عليهم واتهموهم بانهم باعوا مصر وخانوا مصر وقبضوا التمن من القذافي جمل جاهزة وبتتردد وفي كل زمان ممكن اي حد يتهم بيها وان الفيلم تم انتاجه باموال طائلة من القذافي دفع الاموال عشان الفيلم ده يطلع الفيلم ده لي معايا شخصيا واقع اقولها لحضراتكم في نهاية التمانينات وتحديدا في 88 كنت بعمل فيلم الروائي اسمه الرحيل والفيلم ده كان مصر لسوداني كويتي مشترك التصوير كان بيتم في السودان في جزيرة توتي وفي منطقة وادي سيدنا وفي جزء اخر على الحدود بين مصر وبين السودان الفيلم روحت اشتري له افلام خام الماتيري لحضراتكم دلوقتي الكاميرات اللي بتشتغل دلوقتي مختلفة بتشتغل ديجتال لكن كاميرات ايامنا كانت كاميرات اللي هي بتشتغل بالفيلم الخام اللي هو بشكل تقليدي يعني روحت اشتري نيجاتيف من كودك في مصر الكلام ده كان فين كان في القاهرة شارع عدلي تقريبا شارع عدلي او ثروت انا مش متذكر بالزبط لكن يا اما عدلي اما ثروت كانت شركة كودك موجودة في هذا المكان طلبت ان الموظف اشتري 400 علبة نيجاتيف وكانت العلبة على ما اذكر بـ 240 دولار تقريبا يعني شافوا المخزون عندهم وقالولي ايوة موجود عندنا فعلا 400 علبة الموظف اللي كان بيعمل معايا الصفقة دي قال لي بس مش هنقدرني بيعلك الكمية دي ليه عم قال لي الكمية محبوزة لنور الشريف عشان فيلم ناجل علي طيب وبعدين دخلت اتكلم مع المدير قلت له ان انا محتاج الماتيريال جدا لان انا عندي تصوير بعد اسبوع عمل اتصال مع نور الشريف وقال له زميل ليك هو مجد عبدالله عاوز الخام لانه هيصور فيلمه بعد اسبوع تقدر تتأخر اسبوع لغاية ما نجيب من اليابان او من انجلترا كمية قال له ماله اه طبعا انتظر مفيش اي مشكلة خليه ياخد الخام خدت الخام بتاع ناجل علي واشتغلت فيلم الرحيل وكان موقف لا انساه رحل ناجل علي ورحل نور الشريف وفضل التاريخ افلام كان الهدف منها احياء قضية امتنا والدفاع عن شعوبنا عاطف الطيب بعد ما كتبت الصحافة وهجمته هجوم عنيف جدا وقالوا عنه انه خاين ميل علي والده وقال له انت صحيح خنط مصر يا عاطف ده مصير اللي يشيل هم قضية امن بيها التخوين او الحرب او الهجرة او الطرد بس كله بيخلص كله بيمشي وبتفضل بس مواقف الناس لا تمحى كله بيخلص يا عبد الرحمن اصبر الحلو منه بيمشي والمر منه كمان مات عاطف الطيب ومات ابراهيم سعدة اللي عمل اصر منيف جدا وعظيم جدا في ارقى مكان بالتجمع الخامس من اين له هذا الله اعلم الكل مات ومحدش بياخد معاه حاجة اوعد بيع نفسك اوعد بيع مبادئك عشان تقبض تمن القبد او المبدأ اكيد ممكن يكون مبلغ كبير بس برضو هيخلص عاطف الطيب اللي عمل فيلم التخشيبة برضو دفاع عن الانسان عن المصر العادي جدا اللي ممكن في لحظة واحدة يلاقي نفسه متهم في شرفه وما اسهل ان يصدق الناس وتحديدا قضايا الشرف واشاعات الشرف ويا سلام بقى لما الحكاية تبقى فيها واحدة ست يبقى الكلام احلى والزيادة في الكلام الاز طبيبة عملت حادث سيارة عادي جدا وبسيط جدا راحت مع صاحب السيارة الاسم عشان يعمله محضر وقدر المحامي محامي الطبيبة انه امال انه يقنع صاحب السيارة انهم يعني يطرادوا وفعلا اطرادوا عشان يتقفل المحضر لكن وفاجأة يظهر واحد من اللي ممكن يظهرولنا ويظهرولك في اي لحظة كداب وما فيش ضمير ويدعي وطبيعي جدا انه لما يدعي ويبقى كداب الناس تبقى جاهزة تصدق لاننا كلنا جاهزين نصدق على بعض اي حاجة يتهمها بانها مرست معاه الجنس في شاقته بمقابل مادي وانها سرقت من شاقته 4000 دولار يان هوري السود الغريب ان اخوها لما جاء الاسم وسمع الحكاية اتخلى عنها ومشي وصدق والاغرب كمان ان جوزها اللي عاش معاها وعارفها كويس جدا لما جاء الاسم وسمع الحكاية بسق عليها على الارض وبسق عليها واسابها في الاسم ومشي مفضلش جنبها الا المحامي المهم انها اصبحت متهمة لمجرد ان واحد قذر اتهمها لا نفعها بقى انها طبيبة ولا انها ذات مستوى اجتماعي مرموق ولا نفعها ان المدعي افاقه وكذاب وتاريخه ليس نظيف الفيلم برضو كان ثورة على اكاذيب المجتمع هو ده اللي كان عاوز عاطف الطيب يوصله هي دي صناعة السلمة اللي ممكن تعالج عيوب المجتمع واحسب ان عاطف الطيب كان اقل المخرجين استخداما لللقطات الخارجة عاطف الطيب كان يقدر يعمل سينما نظيفة قوي تماما بدون اي لقطات خارجة ليه لانه موهوب وسهل فهل سمحوله وهل سمحت له معايير السوق والسينما والزبون عاوز كده ده موضوع تاني نتكلم عنه في حلقة تانية الطيب عمل افلام كلها حفرت في وجدان اللي بيحبوا السينما وشافوها حفرت معاني راقية لولا ان السينما المصرية تخضع خضوعا تاما لمعايير السينما الهوليودية والسينما البوليودية وسيطرة الماسونية الى اليوم للأسف لازم لقطات ومناظر عمل تتعمل عشان يعني تعدي ويبقى فيه حاجة شكلها ايه الزبون عايز كده عمل افلام ملف في الاداب وعمل الزمار وكان قمة انتاجه فيلم البريء الصرخة الرهيبة والكشف الموضوع للشيزوفرينيا اللي بيمر بيها ظابط شرطة رقيق جدا في بيته مع بنته مع زوجته ولطيف قوي في حياته خارج السجن مع الناس لكنه جوه وحش منزوع الانسانية الفيلم ادانة تاريخية لن تمحى للتعذيب في سجون مصر ومعتقلات مصر الفيلم اعترضت عليه الرقابة واصروا انهم يشيلوا المشهد النهائي اخر مشهد في الفيلم اتعرض الفيلم فعلا بنهاية مغيرة بس احنا هنشوف مع بعض دلوقتي نهاية الفيلم الحقيقية اللي تصور بيها واللي تكتبت في سيناريو النهاية كانت دعوة للثورة على الحاكم حتى لو كانت الثورة بالسلاح العسكري الامي احمد زاكي ثار في نهاية الفيلم وقتل زملائه اللي قتلوا الابرياء من المساجين ومن السياسيين اللي كانوا بيدفعوا عن البلد والاهم انه قتل الزابط محمود عبدالعزيز اللي عذب وقتل صديقه وابن بلده المتعلم الطيب اللي اتهموه بانه عدوه الوطن ممدوح عبدالعليم دعوة للثورة اللي اتحققت جزئيا بعد 25 سنة ياه دا احنا محتاجين وقت طويل قوي يا جماعة عشان نتحرر عمل فيلم البريء سنة 86 لكن كتيبت الاعدام اللي اتعمل 89 كان فيه ثورة من نوع تاني خالص ثورة دموية لكنها موجهة ضد الخونة من الشعب اللي سرقوا اقوات الشعب وكبروا 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 نفسهم باموال الشعب المسروقة المنهوبة كتيبت الاعدام فيلم من اخطر ما انتجت السينما المصرية واظن ان اي حاكم مصري او عربي لو عنده نص عقل ينحو هذا الفيلم تماما من تاريخ السينما وما يبقاش له وجود اعدام الخائن فهل سوف يتحقق هذا المشهد في الواقع هل يعدم كل خائن لكل شعب في كل زمان هل يستطيع الشعب اي شعب ان يتحرر وينفذ بنفسه الاحكام كما نفذت في الثورة الفرنسية والثورة الروسية البلشفية والثورة الرومانية على ديكتاتور رومانيا تشاوتيسكو كتيبة الاعدام البريء سواء الاوتوبيس دماء على الاسفلت ضد الحكومة مجرد عنوين افلام عاطف الطيب تمبئ باننا امام رجل صعيد ثائر رغم هدوء مظهره في اللوكيشن اثناء التصوير وايضا في الحياة عاطف الطيب الذي دخل غرفة العمليات في مستشفى فلسطين لاجراء عملية في القلب ورأى الخوف في عيون من حوله قال له منتو قلقانين ليه انا راجع باذن الله هنكمل مع بعض مشوارنا ونكمل الفيلم اللي لسه مخلصش لكنه ابدا لم يعود ولم يكمل مشواره الفني رحل وهو في عز عز شبابه وعز عز موهبته وعز عز امتلاكه لأدواته السينمائية مات اثناء العملية عاطف الطيب عن عمر 48 سنة رفض الطيب العلاج على نفقة الدولة وكانت العملية بتتم بصولة في ألمانيا قال الغلاب اللي بعمل لهم افلامي وبدافع عنهم في افلامي اولى بفلوس العملية اخنعوا طبيب ان العملية سهلة وتتعمل في مصر عملها بالفعل واستمرت العملية ساعات طويلة جدا ولكن لم يخرج عاطف الطيب من غرفة العمليات ورحل في يوم 28 سبتمبر 1985 قبل ما يكمل فيلمه جبر الخواطر الذي استكمل بدونه رحل الطيب صاحب الكادرات السينمائية السهلة والإقاع الذي ينقل الحدث كأنه تسجيلي وإلى حلقة أخرى من حلقات الفن واسنين ولكنها الحلقة الثلاثون في سلسلة الفن واسنين وأرجو من المشاهدين انتظار هذه الحلقة لأنها حلقة المشاهدين سأعرض بها أسماء وتعليقات المتابعين وسيعرف كل مشاهد وكل كاتب تعليق بل وكل إعلامي وصانع عمل إعلامي أن المشاهد لديه الكثير ليعلمنا إياه لقد تعلمت منكم الكثير خلال مشوار الإعلامي ولكني تعلمت أكثر من خلال تعليقاتكم على الفن واسنينه وهذا مجد عبدالله يحييكم وكل عام محاضراتكم طيبين وبخير